جددت مجموعة كشافة ومرشدات اللاتين الشمالي في الزرقاء وعدها الكشفي وذلك خلال احتفال أقامته المجموعة بذكرى انطلاقتها السنوية تخلل الاحتفال الذي أقيم تحت شعار بالكشفية ننمو قداس إلهي ترأسه سيادة المطران جمال خضر النائب البطريركي للاتين في الأردن بمشاركة كاهن الرعية الأب ياد بدر والكاهن المساعد الأب كروز المرشد الروحي للمجموعة والشدياق حازم حداد وبحضور عدد من الأخوات الراهبات والقائد العام للمجموعة السيد ركان فخوري وجمع من قادة وعضاء المجموعات الكشفية من مناطق متعددة من الأردن وفي عدد القداس بيّن المطران خضر ضرورة أن تكون رسالة الحركة الكشفية مؤمنة بالله تعالى ومتفاعلة مع الكنيسة والرعية ومخلصة تجاه الوطن والمجتمع الظلام اللي معبّي هذا العالم في هاي الأيام القتل والحرمان والألم اللي موجود في هذا العالم الغش والخداع والكذب على أعلى المستويات اللي موجود في قادة هذا العالم لما منتبع الأخبار وشو اللي بصير والأحوال منشعر بظلمة نشعر بالظلم نشعر بألم رسالتنا أن نكون النور رسالتنا أن نكون النور لنا ولمن حولنا ولمجتمعنا ولبيئتنا ولكنيستنا إحنا نكون النور إحنا اللي لا نستسلم أبداً لليأس لا نستسلم أبداً للكراهية لا نستسلم أبدا للكذب وللغش لا إحنا أن نكون هذا النور هذه رسالتكم ككشاف أن تكونوا مستعدين دائما وأن تكونوا أنتم دائما في الطليعة أنتم المبادرين أنتم الذين تضيئون الطريق المظلم